هالاند يثير الجدل حول مستقبله بتوديع جماهير بوروسيا دورتموند اثار ايرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند جدلاً واسعاً في مواقع السوشيل ميديا ووسائل العلام خلال مباراة فريق ذد جرويتر فوروت التي اقيمت على ملعب سيجنال دونا بارك وحقق بوروسيا دورتموند الفوز في المباراة بثلاثة اهدافاً دون مقابل وتمكن ايرلينغ هالاند من تسجيل هدفين في المباراة وليرفع رصيده الى الثلاثة عشر هدفاً في الدور الالماني البوندزليغ هذا الموسم ولم يكن تصرف هالاند الغريب اثناء المباراة وانما بعد اطلاق صافيرة النهاية حيث توجه المواجم النرويجي لتحية الجماهير من جميع الجهات الامر الذي زاد التكهنات حول مستقبله وهناك احتمال كبير لرحيل هالاند عن بوروسيا دورتموند في الصيف القادم نظراً لاهتمام العديد من الاندية الكبيرة بالحصول على خدماته مثل ريال مادريد وبرشلونة وماشيستر سيتي وباريسان جرما لكن الان بدأت بعض المصادر تتحدث عن امكانية رحيله في الميركات الشتوية القادم وانقسمت الاراء حول تحية هالاند للجماهير البعض يرى انها اشارة واضحة لمغادرة النادي في شهر يناير القادم واذا يتناسب مع التقرير الصحفي الذي اكد على ان وكيل عماله من رايولا اتفق مع ادارة بوروسيا دورتموند على رحيل موكله بعد عامين بيلاديين عندما تم توقيع العق علما ان هالاند انضم للفريق في شهر يناير من عامي 2019 واما القسم الاخر فيرى ان تحية هالاند للجماهير طبيعية جدا وهي بمناسبة عطلة عياد الميلاد فهذه اخر مباراة سيخوض على ملعب السيجنال دونابارك قبل الاجازة وستكون المباراة التالية على هذا الملعب ضد فرايبورك بعد شهر من الان وبالتالي كان من الطبيعي ان يقوم بتوديع الجماهير بحسب انصار هذا الرأي موسيقى